المتفائلون والمتشائمون حيال المشهد الأفغاني على حد سواء الإقرار بالحقيقة أن المحاصرين في جبال تورابورا أصبحوا في كابل يحكمون البلاد بطولها وعرضها لكن المختلف عليه ماذا بعد أين سترسوا سفينة المشهد السياسي الأفغاني النظرة الدولية بدأت تدخل في مرحلة ما بعد الصدمة ولهجة الساسة الأمريكيين والبريطانيين تشي بالرضوخ إلى الأمر الواقع والانتقال إلى التفكير في تطويع المشهد السياسي أكثر من ضربه الحديث الدولي عن سلوك الحركة لا يخلو من الغزل من قبيل أن طالبان حتى الآن لم ترتكب أي انتهاك وتعاملها مع الملف يثير الإعجاب وقضية حقوق الأقليات وعمل المرأة تبشر بالأفضل هذه هي اللهجة الغربية تجاه حركة طالبان مع وجود المخاوف من ارتداد الحركة إلى نواتها الصلبة عند أي أزمة سياسية تواجهها على صعيد الداخل بدأ الطالبان تولي الدعاية الإعلامية أهمية كبرى فلم يوفر مسؤولوها وسيلة إعلامية إلا وقبل استضافتها شارحين فكرتهم ومبدين مرونة إلى أبعد الحدود وعلى الأرض أطلقت الحركة عفواً عاماً ودعت الموظفين إلى متابعة أعمالهم وأرسلت تطمينات للمرأة بإمكانية العمل بحرية لكن ضمن ضوابط الشرع التي يؤيدها وتربى عليها المجتمع الأفغاني هل يكفي ذلك لقيادة الدولة؟ يقول مراقبون لا فالحركة تحتاج إلى النظر في تجارب الحركات الإسلامية التي أسقطتها الثورات المضادة في بلدان الربيع العربي فلا تأخذ الحكم على أنه نشوة انتصار آني ولا تسير فيه بعيداً عن قراءة المواقف الدولية فشهر واحد في قيادة الدولة أكثر صعوبة من قتالهم عشرين عاماً في الجبال الوعرة شركة الرداد شكراً من قراءة المال وفناء المواقف الدولة الخاص من قراءة المشترجة المشترجة الكل الصحيات المجل المفكرة